شريف مستمر مع النادي الاهلي ولم يحدث اي نوع من انواع التواصل ما بين اي نادي سواء في ليبيا او غير ليبيا مع النادي الاهلي خالص وحتى محمد شريف نفسه متواصلش مع ادارة النادي الاهلي بخصوص اي عرض تلقى اللاعب مثلا او وكيله تمام ولا حتى تواصل باي نوع من الانواع يعني الموضوع مفيش اصلا قصة مفيش حاجة اصلا حصلت فيها عشان ينتشر الكلام النهاردة بخصوص رحيل محمد شريف محمد شريف لعيب مميز ومكمل مع النادي الاهلي ومفيش اي مشكلة خالص بالعكس كمان الراجل المتبسك باستمراره مع النادي الاهلي فمفيش اصلا عرض الكلمة معكم على موضوع علي معلول مبارح الموضوع مقفول خالص علي معلول لن يرحل عن النادي الاهلي والكصة خلصانة بالتالي البعض اللي ربط او التقرير ربط اترحيل علي معلول عن النادي الاهلي او كلمة على كده فكله قالك ربط الموضوع بإيه أن يحيى عطيات الله طبعا الزهير الأيصر المميز للوداد هو للأهلي حيتفاوض معه عشان يجيبه مفيش أيضا أي نوع من أنواء التواصل مع يحيى عطيات الله نجم المنتخب المغربي ونجم الوداد المغربي فالموضوع برضو مقفول داخل النادي الأهلي بخصوص هذا المركز بالتحديد واللي حيستمر في النادي الأهلي في مركز الزهير الأيصر هو علي معلول ده طبيعي ما فيش غبارة عليه ولا فيه أي أصلا مفوضات ولا أي عرض والأهلي لم يستقبل أي عرض بالمرة بخصوص علي معلول والمنفضلة دلوقتي ما بين يأما كريم الدباس يكمل كبديل علي معلول ويبقى بديل تالت محمد أشرف أو يخرج عارة يأما يرجع محمد شكري ويستغل النادي الأهلي البند اللي موجود في العقد ما بينه وبين سراميكا إنه ممكن ترجع اللاعب مقابل 7 مليون جنيه ده اللي لسه هيتام تحديده خلال الساعات المقبل طيب ايه تاني ريدا سليم النهاردة ناس كثير جدا اتكلمت في حتة إن ريدا سليم جاي يوم الجمعة وإن خلاص اللاعب جاي الكهر يوم الجمعة والقصة خلصت والقصة مش عارفها احنا اتكلمنا أحراجكم فيه أكتر من مرة بخصوص ريدا سليم وتكلمنا عبصيل المقالية وكل الأمور دي أولا ريدا سليم لم يحسم موعد وصوله للكهر حتى الآن يعني لا يوم جمعة ولا غير يوم جمعة ما فيش معاد محدد ما فيش معاد محدد لوصول ريدا سليم لسبب بسيط للغاية السبب هو عبارة عن إيه عبارة عن إن الصفقة لم تحسن بشكل رسمي بعد حتى هذه اللحظة وهو الرتوش الأخيرة أو الرتوش الأخيرة بتفصل إعلان الصفقة قلناها لحضركم برحة وموضوع الاست الأهلي عايز يقصط والناس في الجيش الملكي عايزين الفلوس لتنين مليون دولار بالزبط ده الرقم لتنين مليون دولار اللي حتفحهم نادي الأهلي في الصفقة دي الناس عايزين لهم كاش لحد هذه اللحظة المفاوضات قائمة فيما عدا زالت كل البنوت منتفق عليها سواء بين الأهلي واللاعب أو بين الأهلي وجيش الملكي المغرب ده الموضوع بمنتهى البساطة واختصار كبير جدا عشان ما نطولش في الحديث عن الملف ده لكن ما عدا وصول اللاعب لسه لم يتحدد بعد حيتحدد بعد حسم الصفقة بشكل رسمي ويتم الأعلان لكن الصفقة في مراحلها الأخيرة والإعلان وشيك بالوشيك جدا بالنسبة لصفقة ريدا سليم واندمامه النادي لحيث